شددت جماعة الحوثي اليوم السبت على جاهزيتها لانرد على دول التحالف اذا لم تلتزم بالهدنة وبينما اكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بضبط النفس رفض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتي التفرد بملفي بالمفاوضات وقد حذرت جماعة الحوثي من خرق الهدنة التي دخلت حيزة تنفيذ منذ مطلع ابريل نيسان الماضي برعاية الامم المتحدة واكدت الجماعة اليوم السبت جاهزيتها للرد عسكريا في حال لم تلتزم دول التحالف الداعمة للحكومة بوقف اطلاق النار وقال رئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاطي اذا لم تفي دول العدوان بالتزامها بالهدنة فان قواتنا جاهزة للقيام بواجبها من جانبه اكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة الاممية وتخفيف المعاناة الانسانية جاء ذلك في اجتماع مشترك للمجلس ووزارة الدفاع بمدينة عدنة جنوبية اليمن وقالت وكالة الانباء اليمنية ان المجلس اطلع على تقرير من وزير الدفاع حول خروقات جماعة الحوثي للهدنة الاممية كما استمع المجلس لاحاطة بشأن مستجدات المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة في العاصمة الاردنية عمان وقال ان الحوثيين يتعنتون في الوفاء بالتزاماتهم بمجب اتفاق الهدنة وفي السياق الذاته اكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتي على اهمية الاسراع بتشكيل الوفد التفاوضي المشترك وفقا لمخرجات اتفاق الرياضي والمشاورات التي رعتها الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وشدد المجلس على رفضه استمرار التفرد بادارة ملف المفاوضات بما في ذلك المفاوضات الجارية لتمديد الهدنة وفتح الطرقاء والتي تتم بشكل احادي وقال ان اي حديث عن مرجعيات لاتفاقيات اخرى لم يشارك فيها غير ملزمة للمجلس ولا يعتد بها واكد موقفه الداعم لجهود انهاء الحرب واحلال السلام ودعم جهود تمديد الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة مشددا على اهمية ان يكون تمديدها وفقا لضوابط ملزمة لكل الاطراف اشتركوا في القناة